عشر تصرفات ستندم عليها بعد الاربعين تم وضع قائمة الامور والاشياء التي يفعلها المرء في السن من ثلاثين الى اربعين عام ومن ثم يندم بعد ذلك ووضعت القائمة على اساس اراء وتعليقات قراء مجلة اريددت وهي تضم عشر تصرفات كان من الواجب تداركها في الفترة من سن الثلاثين الى الاربعين عام كنت تهدر الكثير من الوقت على الغضب والانفعالات السلبية اذا كنت تعتقد ان كل من تكن له البغضة والكراهية سيختفي بعد بلوغك سن الثلاثين فانت على خطأ سيبقى البعض منهم في محيط معارفك لاحقا ولذلك لا يجوز ان تهدر الطاقة والوقت على كراهيتهم حدد الاشخاص الذين تشعر بالانزعاج معهم وحاول تغيير العلاقة معهم لا تهدر الوقت والطاقة على المشاكل والافكار السلبية التي لا يمكنك ان تؤثر عليها لم تكن تولي الوقت الكافي للوالدين يبدي الكثيرون الاسف لانهم كانوا يهملون الوالدين ولا يقضون معهما ما يكفي من الوقت عندما كانا بصحة جيدة وفي سن الشباب ومع مرور الزمن يصعب اكثر فاكثر على المرء الحصول على مثل هذه المتعة التي كانت متوفرة وسهلة المنال في السابقة كنت تضع العمل في المقام الاول لو كان العمل يعني بالنسبة لك في سن الثلاثين الهدف الاول والاهم فهذا يعني انك ستندم على ذلك لاحقا عليك بقضاء وقت اكثر مع من تحب وكن على ثقة ان المال والتقدم في المناصب لن يجلبا لك مثل هذه اللحظات الممتعة كنت تعيش وفقا لقواعد الاخرين ولكن في سن الثلاثين ستشعر بثقة للرأي العام وهو يضغط عليك اكثر من اي وقت مضى لا تسمح لاي احد بتوجيهك وان لا فكل تصرف سيثير القلق في نفسك بما في ذلك قرار شراء بيت او الزواج او انجاب الاطفال وغيرها لا تنسط لاحد وعش كما يحلو لك انت بالذات واذا انحرف مسار حياتك عن النهج الطبيعي المعتاد في المجتمع فلا يجوز ان تشعر بنفسك من الفاشلين الحياة واحدة ولن تتكرر فتمتع بها كنت تعتبر الاخرين افضل واهم منك في بعض الاحيان تهتم اكثر من اللزوم بمشاكل وحاجات الاخرين الى حد يجعلك تنسى نفسك عليك التوقف عن ذلك فورا فلنفسك عليك حق ضع نفسك في مقدمة الاهتمامات وسترى ان المشاكل تنحل بحد ذاتها ستشعر بالسعادة وستتحسن علاقتك مع الاخرين وسيربح الجميع من ذلك اذا قم دائما بحل مشكلاتك ومهامك وبعد ذلك تفكر بالاخرين لم تكن تهتم بصحتك كما يجب بعد الثلاثين اخذت تعتبر نفسك عجوزا ولكن تصرفاتك وعاداتك بقيت وكأنك فتى قاصر لا تزال تتناول الوجبات السريعة وانت في الطريق وتهمل الرياضة ولا تمارسها لقد حان الوقت للاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة المفيدة بشكل جدي وإلا فستستلم فواتير اهمالك سريعا ضيعت الفرص سابقا لا تكن حذرا اكثر من اللازم وعش حياتك ولا تضيع اية فرصة لم تتمكن من ادخار ما يكفي من المال هذا الامر يثير الاسف والاسا في نفوس الكثيرين طبعا كلما ابكر المرء بالتوفير كلما زادت مدخراته ولكن حتى في سن الثلاثين لم تفوت الفرصة ويمكنك مع حلول سن التقاعد جمع المال المطلوب لم تنتقل وتسافر بما فيه الكفاية ولكن العالم لا يزال عند قدميك في سن الثلاثين ولم تفوت الفرصة بعد تنقل وتجول وكف عن الكسل حدد الوقت المناسب للسفر ولا تتقاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر